الله معكم أحبائي في هذا اليوم سننتقل إلى مرحلة التطورات في جنوب الكوكاز منطقة جنوب الكوكاز التي تتقع شرقي تركيا وجنوبي روسيا وعلى مقربة من الحرب في أوكرانيا وطبعا جورجيا المطلعة للبحر الأسود وبالتالي هذه الجبهة قريبة جدا كما تلاحظون من الحرب في البحر الأسود وهي منطقة حيوية بالنسبة لروسيا وبالنسبة لإيران سبق وشرحنا في عدة فيديوهات أهمية ما يحصل والخلاف الذي يتطور ولكن يتخذ أشكال مختلفة فهذا العملية الأسكرية والحرب التي شنتها أذربيجان ومن خلالها سيطرت على كامل منطقة أرتساخ تواصل أذربيجان استعداداتها العسكرية في محاولة للسيطرة على منطقة سيونيك في جنوب أرمينيا هذا المعلن ولكن الغير المعلن هو ربما قد يكون هناك أهداف أخرى خاصة مع التغنية التي تقدمها القيادة الأرمينية لأذربيجان في مسعى لإقامة سلام قبل أن تبدأ أذربيجان أي حرب طبعا تحاول القيادة الأرمينية تذليل العقابات تحاول الحفاظ عن ما تبقى من أرمينيا بعد خسارة أرتساخ طبعا الأمر اللافت في هذه المنطقة هو بسبب أن منطقة حيوية لروس ووجود قواعد روسية في الداخل الأرميني طبعا تحاول القوات الأمريكية سحب أرمينيا إلى جهاتها بمعنى آخر في الوقت سابق قلت لكم أن أرمينيا عدلت معاييرها وتسعى لذلك تحاول تطوير لتتناسب مع الناتو إضافة إلى ذلك تسعى قدر الإمكان لتطوير العلاقات الأسكرية والتدريبات وزيادة كافة البرامج التعليمية العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية على حساب علاقاتها مع روسيا التي تتدور وطبعا تحاول أرمينيا تحديدا أو القيادة الأرمينية أن تكون في صف الغرب أو يكون قول تحديدا الناتو والات المتحدة الأمريكية والانسحاب من المنظمات التي كانت ترأسها روسيا والتي كانت موجودة بها روسيا كمناظرة معاعدة الأمن الجماعي طبعا أحب بقي صراع كبير في الداخل الأرمني بين القيادة الأرمينية والمحتجين وبين الكنيسة الأرمينية حتى والحكومة الأرمينية هناك خلاف إضافة إلى كل ذلك في مسعى لتطوير العلاقات تواصل القيادة الأمريكية نشر قوات والمزيد من المعدات في أرمينيا معدات يمكن قول أنها ثقيرة جدا لأن أكثر من مجرد تدريبات إضافة إلى ذلك تكثر صفقات الأسلحة بين أرمينيا وإيران وهنا الأمر اللافت فإيران تعد نقول الجهة الوحيدة الآمنة لأرمينيا على الحدود الجنوبية كذلك أرمينيا تعد الجهة الآمنة الوحيدة على الشمال بخصوص إيران وبالتالي هناك كان حديث عن صفقة كبيرة جدا بين القوات المسلحة الأرمينية والإيرانية بقيمة تصل إلى نصف مليار دولار ووراقهم كبير جدا إضافة إلى كل ذلك لدينا تدخل كبير من الهند في موضوع أرمينيا فكما تعلمون انتقلت الخلافات في العالم من مكان إلى مكان آخر فمثلا باكستان تدعم أذربيجان والهند تدعم أرمينيا إضافة إلى ذلك الهند تريد أن تكون خط الإمداد آمنا فهي تقرر هي والصين قررتها إرسال البضاعة إلى إيران ومن إيران عبر أرمينيا وعبر أذربيجان إلى روسيا أو إلى تركيا ومنها إلى جورجيا ولحقا إلى تركيا أو إلى أوروبا الشرقية وبالتالي هناك خط اقتصادي كبير جدا عالمي هام جدا تحاول هذه الدول أن تكون الأمور ثابتة ومستقرة ولكن في نفس الوقت تحاول أن يكون لها مصالح كبيرة وبالتالي صفقة أرمينيا بالسلاح مع الهند كانت بنحو 600 مليون دولار وعلى الرغم أن ميزانية أرمينيا كانت تقريبا 1.4 مليار دولار فتخيلوا حجم الميزانية الدفاعية وحجم الإنفاق الذي يحصل مع الصفقات مع إيران ومع الهند وبالتالي أرمينيا تحديدا القيادة الأرمينية لأنه يجب أن يميز بين القيادة وبين ما يريده الشعب القيادة الأرمينية تريد الذهاب إلى الحضن الأوروبيين والأمريكيين والاستغناء عن روسيا أما أيضا في جنوب كوكاس في اتجاه جورجيا فبعد يكون قول إقرار قانون العملاء الأجانب في جورجيا من قبل القيادة وطبعا حضر المنظمات التي لا تقرب من أين تحصل على تمويلها وإلى غيره وتوقف وتدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والأمريكيين قرروا توقيف المساعدات تجميد بعض العلاقات تجميد بعض البرامج لجورجيا وكان هناك مبلغ مرصود بنحو 30 مليون دولار لجورجيا تم إرسال 10 ملايين دولارات منه إلى أرمينيا وبالتالي يحاول الأوروبيون كأتحاد أوروبي الدخول عسكريا واقتصاديا إلى أرمينيا يحاول الناتو الدخول إلى أرمينيا ويحاول الأمريكيون والبريطانيون كلهم على شكل منفذ وعلى شكل جماعي الدخول إلى هذا البلد لطرد النفوذ الروسي منه وطرد القوات الروسية في المقابل يمكن نقول أن تدهور علاقات بين جورجيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية تصب قليلا في مصالح الروسية أما فيما يتعلق بعلاقات أذربيجان مع كلا الطرفين فيوجد أكثر من 500 شركة يمكن نقول يوجد مئات الشركات البريطانية العاملة في هذه المنطقة ولكن يوجد كثير من الشركات الروسية وطبعا حاول روس تهديئة أذربيجان بمعنى آخر حين رأوا أن القيادة الأرمينية قررت نقل وضعها من مكان من معسكر إلى معسكر آخر قرروا أن يكون هناك بعض الوضع والاتفاقات مع أذربيجان في مسعى لتكون الجبهة هادية وكي لا يشتعل جنوب الكوكاس بوجه روسيا كما حصل وكما يحصل من تطورات عسكرية في شرق أوروبا حيث تتواصل عمليات الحجد العسكري وحجد القوات حيث أرسلت كانداميس الأمياتين مركبة إلى لاتفيا مؤخرا في مجال دمان قوات الناتو وتعزيز قوات الناتو في المنطقة إضافة إلى ذلك تواصل لاتفيا بناء ما يشبه الحواجز المضادة للضبابات وغيرها على الحدود مع روسيا كذلك تسعى لبناء عدد كبير من الأستياج ومن الأمور المتعلقة بالحدود الأستياج الشائكة على طول الحدود مع بيلاروسيا كما تفعل لتوانيا وكذلك كما شاهدنا في وقتنا السابق في بولندا حيث تم رفع عديد القوات العامل على الحدود مع بيلاروسيا إضافة إلى كل ذلك أعلى بولندا عن تعزيز دفاع جوي في هذه المنطقة هنا في مسعى منها لحماية حدودها الشرقية من أي ضربات قادمة وبالتالي هذه كلها التعزيزات على الحدود الروسية البيلاروسية وتحديدا بالقرب من منطقة كالينجراد التي تتبع روسيا وبالتالي هذه المنطقة متوترة جدا لذلك يحاول الروس تفادي قدر الإمكان الوقوف في حروب جديدة ولكن ما نشاهده هناك تعزيزات طوال الوقت على كافة الحدود حتى كما شاهدنا في وقتا سابق الحدود بين فنلندا وبين روسيا كانت تشهد تعزيزات ولكن كان هناك مشكلة لدى الفنلنديين ليس لديهم القدرة والمسافة كبيرة جدا إضافة إلى كل ذلك أحبائي كما تلاحظون الوضع أيضا متوتر باتجاه رومانيا ومولدوفا لذلك جبهات مشتعلة في كافة محيط روسيا طبعا سيكون لدينا حديث آخر عن آسيا الوسطى ولكن حتى ذلك الحين أحبائي علينا أن نراقب دوما ما يحصل في هذه البلدان طبعا الجبهات كثيرة المحاول أكثر وطبعا الأمور معقدة جدا ولكن جميعها أوراق بيدي نراعى بين معسكرين إما معسكر الصين وروسيا من جهة وإما معسكر الولايات المتحدة الأمريكية والناتو من جهة أخرى كذلك إضافة هامة القوات الأمريكية عدلت من عقداتها واستراتيجياتها في القطب الشمالي طبعا سيكونك مزيد من المناورات منزيد من التعاون مزيد من كافة الأمور التي من شأن يعمل تحقق مصارحة المتحدة الأمريكية في القطب الشمالي حيث هناك الصباق لوجود عسكري صباق اقتصادي في تلك المنطقة وطبعا هذه جميعها أحداث لا تنظر بالخير بكل أسف التحضيرات التي يتم الاستعداد لها لا تبشر بالخير كما قال رئيس وزراء المجر سابقا كما قال رئيس سربيا سابقا وكما يقول بعض الرؤساء حاليا يعني الأمور فعلا ليست بخير ولكن نتمنى أن يعمل السلام في جميع العالم أحبائي هذا كان نبذة قصيرة وسريعة حول ما يحصل في أوروبا ومنطقة جنوب الكوكاز وصولنا لكطب الشمالي أي جديد سوفقكم به لاحقا بكل تفصير طبعا رجاء لا تنسوا مشاركة الفيديو وإلى اللقاء بفيديو آخر شكرا